بعد اكثر من اسبوعين على الحرب الروسية الاوكرانية بدأت روسيا في محاصرة المدن الاوكرانية وقصفها بالمدفعية الثقيلة بحسب ما افادت به مصادر عسكرية غربية وارجعت المصادر السبب في ذلك جزيا الى ان القوات الاوكرانية كانت قادرة على احباط تكتيكات الحرب الروسية من خلال انظمة الصواريخ الغربية المحمولة على الكتف لكن روسيا واجهت ذلك فتمكنت من كسب التفوق الجوي من خلال تدمير انظمة كبيرة مضادة للطائرات ورادارات عن طريق الضربات الجوية ووفقا للمصادر العسكرية الغربية فان التركيز التكتيكي الاخر لروسيا المتمثل في قوة الدبابات تم اضعافه ايضا من قبل القوات الاوكرانية باستخدام صواريخ متطورة مضادة للدبابات مثل صواريخ جافلين